دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا من صحيفة إكسيبرت إلى صحيفة أخرى تتحدث وتشير أولئك الذين درسوا أساليب أردغان في المساومة يعرفون بأنه داهية ينتظر أضعف لحظة لخصمه قبل أن يتخذ خطواته الأخيرة أحرز تقدما فيما تعلق بالحرب على الإرهاب فيما تعلق بالحصول على طائرات F-16 الأمريكية فيما تعلق أيضا بعضوية الاتحاد الأوروبي مع هذا حتى الآن لم يحدد موعدا لعضوية السويد عبر البرلمان التركي ونشرت هذه الصورة أثناء التحية المتبادلة بين كل من رئيس وزراء السويد ورئيس تركي رجل طيب أردغان في حضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أو الناتو إذن الصحف الأوروبية تتحدث عندها وزكاء أردغان في التعامل مع هذا الملف وأنه استطاع أن يحقق كثير من المكاسب وأنه حتى الآن مصمما على التأكيد على ضرورة حصول تركيا على هذه المكاسب لذلك الوقت في مصلحة أردغان بإذن المولى عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر